ما صلت للجامعة ما فيش يعني الوضع اكتصار سيء 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 جدا جدا بعد أشهر من وقف صرف المستحقات المالية تساوت أحوال المئة من الطلاب المبتعثين في الخارج بمعاناة اللاجئين كما يقولون لكن بمآس مضاعفة بعد أن تفاجأوا بقطع مناحهم المالية التي كانت تصل إليهم وقفات واحتجاجات عديدة كان قد نفذها الطلاب للمطالبة ممستحقاتهم والتي قطعت منذ أكثر من ستة أشهر لكن لا الميليشيا في صنعاء ولا الحكومة في عدن استجابت لتلك الوقفات اللجنة تنسيقية لطلاب اليمن في الخارج دعت في بيان لها إلى استئناف الفعاليات الاحتجاجية التصاعدية في عدد من الدول للفت أنظار الجهات المسؤولة في الداخل والخارج لحال الطلاب المأسوي البيان أكد على أن الاحتجاجات تأتي نتيجة تأخير مستحقات عدد كبير من الطلاب منذ أكثر من ستة أشهر وكذلك تأخير الربع الرابع على جميع الطلاب وإيضا ضد تعصف الواضح الذي تمارسه وزارة التعليم العالي الواقعة تحت سيطرة الميليشيا بإيقاف مئة طلاب كل ربع بصورة مخالفة للوائح وأنظمة الإبتعاث يردد الطلاب هنا بأن الوضع لا يحتمل خصوصا بعد أن ستت الميليشيا ليس على الدولة والمؤسسات فقط بل على مستحقاتهم ومستقبلهم في وقت لم تتحرك فيه الحكومة أيضا لحل المشكلة رغم المناشدات المتكررة ترجمة نانسي قنقر